شهد قصر ثقافة الشلاتين بمحافظة البحر الأحمر فعليات معرض الشلاتين الأول لكتاب والذي يقام للمرة الأولى بالتعاون بين كل من هيئة قصور الثقافة والهيئة المصرية العامة لكتاب ودار الكتب والوصائق المصرية وبمشاركة دار المعارف ويستمر حتى الرابع من يونيو المقبل ويفتح أبوابه لجمهور يوميا من الخامسة وحتى العاشرة مساء يمثل معرض الشلاتين الأول لكتاب خطوة مهمة في إطار تفعيل خطة الدولة المصرية للاهتمام بالمناطق الحدودية ولتقديم كافة الخدمات لسكانها وتعزيز التواصل بين أبناء مصر في جميع ألحاء البلاد بما في ذلك الخدمات الثقافية ويضم المعرض مجموعة واسعة من الكتب في مختلف المجالات بأسعار مخفضة وبخصومات تصل لنحو 50% اشتركوا في القناة